ولدينا مبررات ذلك مبررات زعيم تحالف الفاتح هادي العامري ينضم لمقاطعي الحكومة المقبلة انه الاعلان التالي بعد رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم بعد انسحاب العامري حوارات الاطار اضحت اكثر طيقا واقل عددا في محاورها لكن هذا لم يمنع المسحبين من اعلان دعمهم لأي حكومة مقبلة حتى لو لم يشاركوا في مناصبها صحيح اعلن عدم مشاركته بالحكومة وعدم مشاركته او تسميته لرئيس الوزراء لكن هو سيصوت داخل الاطار وداخل البرلمان لمرشح الاطار التنسيقي وبالتالي هذا دعم كبير ويعني اعطاء فرصة مواتية او اكثر مواتية امام الاطار لعملية الاسراء بتشكيل الحكومة اي معادلة حكم خاطئة وفقا للتحالف قوى الدولة ستقود بالضرورة الى الفوضى تداعيات استقالة الفائز الاكبر نيابيا التيار الصدري لن تستثني زاوية في العملية السياسية هناك ليست جدية حقيقية في عملية تشكيل الحكومة بل انه البعض تحدث انه مع خيار حل البلمان وهذه ايضا ما زالت نقطة خلافية ما بين جميع القوى السياسية سواء كان في داخل قوى الاطار التنسيقي الذي نلاحظ بعض الشخصيات تتحدث عنها المنخرطون بتشكيل الحكومة المقبلة داخل الاطار التنسيقي امام تحدي غير مسبوق الاحتفاظ بتماسك اعضائه فضلا عن تفادي التحاق تجمعات نيابية اخرى بركب المنسحبين حازم الشرع العراقية الاخبارية بغداد